بضي هدول حق دماتيك حق دماتيك هدول اعتراف بالمعروف هدول رد جميلة هدول مو حق دماتيك عن جد الملاف السعد كمان انا لما رحت لحتى اتبرع بالدم انا ولا كان خاطر لي انه الموضوع فيه مصاري ولا كنت مفكرة بالقصة انا انا رحت لانه هو واجب انساني ونحنا بني قدميين ولازم نحص ببعضنا وهي لو ما اجت لعندي المرة والله واصرت كثير علي وحلفت مئة يمين اني ااخد الشيك ما كنت اختي ما كنت اختي يا مصبوطة هلأ عم جد عم حقيقي مؤيد رفيقي باع كليتو باديك الحزبي وفاديوني هلأ شوفي شو راكب سيارة شو رقيك يعني عم ناخده ناطي بيع كليتي واجبت لك مصاري مشان ترضي عني ما تبدي عمي اجدا ومشورة ايه لا 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 يا عموري لا خلي كليتك بمحلة وخلي كل اعضائك بمحلة بس انتي شلي الجدبني من مخاك وحطلي بدالة في الهوية والزكاة وانا بكون مبسوطة وممنونة خيرات الله تعال اقلاك بس اك عاد الشيك من ايدي بكرا خدو صرفو بالبنك وبلك هيك من رد ديوننا وبيضل معنا شوية كاش كماني منتشفرق يعني ايديك ايهاتي الشيلي مو طالة من عيني ايه ايه تبريصة بس بس بوس ايديك للضيعو ايه طبو طبو مني ايه جوه جوه ايه 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 لك انا بس بدي افهم ليش ما رحتي عالمقابلة وفوهاد غبتي عن الشغل لك ما قدرت غطي عليكي المدير التأم وخصم ليك مرات بيك لا قصك انتي يعني اللي عملته مبارح كان كان اهم من الشغله ومن الوظيفة بالله وشوهو المهم يا عيني تفضل يحكيلي اروان احنا احنا نحنا نسينا انسانيتنا بزحمة الايام وكلش عم بصير معنا انسينا انو نحنا بني قادميين واللي صار معي مبارح ذكرني اني انا بني قادمي عندي مشاعر وقدر اني اعطي بدون ما بدون ما عنطر اي مقابل تخيلي تخيلي يا قرمي شب طولة بعرض كانت واقفة حياته على كيس دم واخوه داير مثل المجمون من مكان لمكان عملي لمه عالم مشان يتبرعونه بالدم لما شافني سألني عن زمر الدمي قلت له شو زمر الدمي قال لي هي هي زمر الدم اخي وتعربط فيني لاني ما تعربط فيني طلعت فيه ما قدرت اني فلته حسيت هيك واجب الانساني عم بناديني ورحت معه عالمشفو وشفت وضع اخوه يا حرام لا اللي هو هو صاحب المقابل كانت عم تشوف تطلعات السمان وتسميعات الخضرجي ونق صاحب البيت والشغل اللي رح يروح عليه بس انا قبيت قبيت اللي تكون انسانيتي حاضرة وما قدرت اني انا دير وشي وتبرعت الوقت دخلك اهله شو عملوا يعني ما تشكروكي اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كيف الشاب صار هلأ؟ لا الحمد الله الشاب صارت أوضاعه عالي لعال الحمد الله هو أوضاعه عالي لعال الحمد الله وانتي رجعتي لورا مية سنة بسيدة شربي قهوة؟ رح قوم أعملك أحلى فنجان قهوة حبيبتي يا رب ضيعت الشيك ضيعت المصاري حبيبي لك أنا الحق علي اللي خليت المرأة تكتب الشيك باسمك لك أنا قلت لحالي ما نزد ديون الناس بشم ريحة ربنا بس لا ما بيطلع لي أنا ما بيطلع لي غير شم ريحة لنعيش اللي مهلتني كرمال الله روي أشو أنا أظن ضيعتو أنا وصّطت على البنك حطيت إيدي بجابتي ما لقيني شي شو أعمل؟ شو سعوه؟ ولا تعمل شي حبيبي عم قل لك أنا الحق علي أنا كان لازم هلق لك الشيك هيك برأبتك مش هم تضل هيك ماسكوا بإيدك وما تضيعوا أو على الأقل أني يروح معك بس الله الله لا يوجه لك الخير يا مدير يا واطي ما كان يرضى يعطيني إجازي ولا لحظة والله العظيم ما كان قاسب والله العظيم لك أنا مبرش وصير فيني لك شو هاسوسي اللازم بني فيها شو هاسوسي؟ على طول فائدة الزاكرة وبضيع أغراضي لك شو أعمل بحالي والله حاسوس حالي عالي عن الاجتماع أختي أنا رأي أنتحي لا 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 طول بالك طول بالك لا تنتحر حياتي ولا شي خلاص خليك ايك ساخ سليم فداك حياتي فداك المصاري يلا المهم ما راحوا هيك وما يروحوا على صحتك حبيبي ماذا قالي؟ يعني ما قلنا أنا منحق علي زغزغت ميتي ومتل ما قلت بعت حق دمي شكلنا شكلنا نحنا ما بيلبقنا إلا الحلال لمصفط ايه والله ايه والله والله ما بيلبقنا غير الحلال لمصفط ايه الحمد الله كانوا قلتك رحيلة لا ما غفونا شي عادي عادي يا عادي ايه منياري ايه ايه لا ونا ونا لك عبرني ربي ايه جوجة يبليك خبر ليه رح اقلق ويك فيها ايه 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 ربحت مرئتي عادي ايه اروا عني يا وعمل لك والله العظيم ربحت اربحت ربحت 25 ليب خمسة وعشر ملكون ما اطلع معي الرخاب خلط ميو زين ديا 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 شو هاتي ديا ديا اسمعني شو؟ ربحت عنجد ولا مربحت عنجد؟ ولا تكون جدبي من جدباتك دا والله ما لم يستبي ترى هاي القصة بروح فيها أرواح أنا قلبي ممتحمي دا والله الجلطة لي كواف يعني ما بقلبي دا من غير شر من غير شر وين الورقة؟ ايه لكا ليك الورقة يلا وين الورقة؟ ايه ايه الورقة الورقة وين الورقة وين دا العم وين مرقة وين مرقة هوا راحت الورقة الربحانة الـ 25 مليون ايه ضيعت الورقة لك يا صديق عن نبي خليني تذكر تذكر على شب ايه ايه مضبوط هذا في واحي ايه لم عتر شحار وقت دم سيارة كتير فخمة ايه ايه ام صاحب السيارة ما أعطا ولا ريرة ام رحت أنا عملت فيها حاتم طي طي معي الفيرة طلعتها وعطيتها هيني طلعت الألف لين لك روح روح دوارها وحلم أعطيت الشحاد الألف لينة للسيعة لنفق ماه لك روح الشارع الطريلة إياه روح دوور عليها روح هميه يا ربي داخلك يا ربي داخلك أجل أجل ساعت بس 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 يا ربي داخلك نشوف الغمس وعشرين مليون يا رب يا رب أشلها أشل الشلطة شوي يا رب يا رب أنا مسعود بيك تشرفنا أهلين من أستاذ مسعود إذا متدين منك قصي ما صاري ترى لك لحنا ما بحيثنا ولا ليرا لا 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 الحقيقة جوزك قصي اليوم علمني درس بالكرم وبالأخلاق وأنا مرضي تقول لي إجي وأتعرف عليكي وقلك اللي صار شو اللي صار اليوم كان ماشي بالطريق واجا وقف قدام سيارتي وكان في شحادي مدائق نكتي ودابقني وأنا عم ألعو هنا ومارضي تعطي مساري مع أنه أنا رجان ميسور وبطمره طمر بالمصاري وهينو وأهرجو قربت منو قلت له يا ابني الله يرضى عليك أنا مضيع شنتيتي وفيها مصري وفيها موبايلي في معاك شي مبلغ أقدر أخذ تاكسي وأصل على بيتي أمن حرج كتير وقال لي والله يعني آخر ألف ليرة عطيت لها الشحا حتى يأكل فيها الحقيقة والصراحة هو بدان ما أحرجو أحرجني بدان ما هينو أهالني أهالني بكرمه وبأخلاقه وبنبله خاصة لما قللي منو بترتاح شوي وبشوف مرتي إذا معا مبلغ تقدر ترجع فيه على ديتها أنا رفضت وقلت له يا أبني خلاص أنا بكتر حالي وتركني وراح بعد ما راح نقيت ورقة واقعة منه على الأرض ورقة يا نصيب ناديت له الحقته فات على بناية ما بعرف أنه منهم ضيحت البناية اللي فات عليها بعد شوي نزل مكسور وحزين ناديت له وعطيته الورقة عرفت أنه الورقة ربحانة خمسمائة مليون ليرا الحقيقة أنتوا بتستاهل لأنه على الأيام مستحيل تلاقي ناس في طيبتكم وبأخلاقكم خمسمائة يا أه خمسمائة يا أه يا أه أنا شفت يا أه 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 كنت رخيرك وانا كنت رأب كنت رأب إن شاء الله عرف الله يديبك الله يديبك مشوه من عندي مشوه أبوص والله والله يخلينا والله يبتستعب والله يبتستعب والله أنا أقول لك أنا خليت خربة والله ما خليت الحمد لله خمسية مليون الحسب وش عالاتي وش انت رشي ونفخ دمي وش هم أرجاحي ومعيني قصي والموسكي مساعده كتير وشي بلسه أحلى من هذا البيت ولا لو يا هادي شو صايغنا هي تلك مونة ليش عبتحكي مع حالي قصي شو مري شو رأيها بهالمصاري نشتري هذا البيت لعلو عينه لعب وابو يحرم بس مو بدي إعلو عينه بدي إسحب له ورساله من لغنيهه ايه كلهم interferونة ايه كله اشتركوا في القناة